أصيب السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي بالإحباط بعد الهزيمة التي تلقاها من ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية حيث قال كولر في تصريحات بعد المباراة نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي إنه يشعر بالإحباط الشديد بسبب الخسارة أمام ريال مدريد وأنه كان يتطلع لنتيجة أفضل خلال المباراة وأوضح أن الأهلي بدأ المباراة بشكل جيد ولكنه لم يستغل بعض الفرص التي جاءت له ولكن الفريق يتحسن بشكل كبير وسيكون أفضل في المستقبل فلقد توليت المسئولية منذ عدة شهور وأعمل حاليا بشكل مستمر على تطوير مستوى الفريق بالكامل وأضاف شاهدت مباراة الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي وأعلم أن الفريق البرازيلية يملك عناصر مميزة للغاية وسنلعب بشكل جيد في مباراة تحديد المركز الثالث حيث سيلتقي الأهلي نظيره فلامينجو البرازيلي لتحديد للمركز الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية حيث ستقام المباراة بين الأهلي وفلامينجو يوم السب المقبل في تمام الساعة الخامس والنصف مساء بتوقيت القاهرة اشتركوا في القناة